شارك الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وحدات من المنطقة المركزية العسكرية أحد الأنشطة التدريبية التي تعكس مستوى الكفاءة البدنية أكد القائد العام خلال اللقاء عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتل المنطقة المركزية العسكرية على الاهتمام بالتدريب الجاد على المهارات التكتيكية والميدانية حيث كرم عددا من المتميزين من مقاتل المنطقة المركزية العسكرية حيث واصل الفريق أول صدقي صبحي جولاته التفقدية للمرور على المنشآت والمعاهد التعليمية التابعة للقوات المسلحة للإطمئنان على انتظام العملية التعليمية والدقة في تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها لتنمية المهارات التكتيكية والقيادية للقادة والضباط المرشحين لتولي الوظائف القيادية على مستوى الوحدات الفرعية الصغرى